من اهم مقاصد التشريع في الاسلام اجتماع القلوب والمودة والاخاء بين المسلمين لذلك شرع الله الاجتماع في كثير من العبادات ومنها صلاة العيد فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الناس كلهم بالخروج اليها حتى امر النساء الحيض قائلا يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويستحب الاغتسال والتجمل والتزين لهذا المحفل العظيم ويستحب في عيد الفطر ان يفطر على تمرات قبل الذهاب للمصلى فقد كان عليه الصلاة والسلام لا يغضو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويبدأ وقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس قيد رمح الى وقت الزوال ويستحب ان تصلى في الخلاء او المصلى لا في المسجد ولا بأس بصلاتها في المسجد اذا لم يتيسر المصلى او شق الذهاب اليه ولا يستحب لها اذان ولا اقامة فقد كان عليه الصلاة والسلام يخرج يوم الفطر والاضحى الى المصلى فاول شيء يبدأ به الصلاة وصفة صلاة العيد ركعتان يكبر في الاولى ستة تكبيرات بعد تكبيرة الاحرام والاستفتاح قبل القراءة وفي الثانية خمسة تكبيرات بعد تكبيرة الانتقال ويرفع يديه مع كل تكبيرة ويكبر الله ويسبحه ويحمده بين التكبيرات ويستحب ان يقرأ في الركعتين بسورتي الاعلى والغاشية او بسورتي قاف والقمر ثم يخطب الامام بعد الصلاة خطبتين كالجمع ويستحب للمأمومين حضورها ويستحب للمأموم ان يبكر للمصلى ماشية وان يرجع من طريق غير الذي اتى منه ويسن لمن فاتته صلاة العيد ان يقضيها على صفتها لا تكتمل فرحة العيد الا بطاعة الله تعالى واداء ما امر به وشرع ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما